قبل ما نبدأ بحلقتنا وبمواضيعنا ومع ضيوفنا انتشر فيديو ووصلي نسخة منه قبل انتشاره السريع هيدا الفيديو هو لطيور رصدت بمناطق جبلية بلبنان وتحديدا بمنطقة جبل لبنان وجبيل على التحديد بالجروض هذا الفيديو أو هذه الصور هي لمجموعة طيور رح نشوفها نحن وياكم على الشاشة هذه الطيور هالقد كانت قريبة من الناس هالقد كانت قريبة من السيارات تم هني سقور نحنا بنقلهم باللغة العامية بواشئ سقور ولكن تم استياد هذه السقور لتكون المفاجأة انه بأقدام هالسقور في أرقام رموز أرقام وفي بلاك يعني مثل خاتم نحاسي مكتوب عليه إزرايل إسرائيل ما يدل أنه هذه الطيور جاية من إسرائيل ومرمزة للوهل الأولى بعد استياد هذه الطيور انتشر الفيديو على أساس أنه هذه الطيور تحمل يعني أجهزة مراقبة وتنصت وتجسس أطلقت في سماء لبنان بهذه الغاية ولكن بعد ما أجرينا اتصال بأجهزة أمنية لبنانية مصادر أمنية لبنانية أكدتنا أنه هذا النوع من الرينجز يعني اللي بنحط بأقدام هذا النوع من الطيور والأرقام هي بتنعمل بعدد من الدول منا أوروبية ومنا إسرائيل تحديدا لتحديد مسار عبور هذه الطيور بمواسم معينة يعرفوا وين بتروح فوق أي دول بتمرو وين بتوصل وين بتبيت وين بتكمل هذا حسب المصادر ونحن كنا بنعرف بهذا الشيء ولكن اليوم بزمن الحرب القائمة والحرب الإسرائيلية على لبنان فدائما الشكوك بتكون واردة لهذا السبب كان فيه نوع من الفوضى حول تحديد ليش هذه الرينجز هيدا موجود بإجر الطير ومكتوب عليه إسرائيل وكمان إلى جانبه فيه رقم مثل ما عم نشوف هلأ باللون الأزرق رقم يمكن 969 إذا عم بقرأ صح على الشاشة هيدا هي الطيور وكانت كتير قريبة من الناس يعني مثل ما بنشوف كانت على جنب السيارات وطط حد الناس ولكن تم استيادها ونحن بنعرف بلبنان ممنوع صيد الطيور ولكن تم استيادهم وبيّن بإجريهم في هذه الحلقات النحاسية بالإضافة إلى الأرقام برجع بكرر الفيديوهات والصور ترافقت مع تعليقات أنه أجهزة تجسس موجودة بهذه الطيور بلبنان ولكن مصادر أمنية أكدتنا أنه هذا شيء طبيعي لعدد من الدول اللي بتنطلق منا هذه الطيور بأسراب خلال مسارة وعبورة ببعض الدول بيتابعوها وبرقبوها وين بتروح وين بتبرؤ ولوين بتوصل فاقتدى التوضيح وأنه نشرح هذا الموضوع كي لا يشوّش على اللبنانيين وغير اللبنانيين اللي هن يمنوا نقصهم بعد خبار وخوف ورعب بهذا الوقت